بسم الله والصلاة والسلام على الله درس اليوم إن شاء الله عن مشكلة خروج الدخان من الشاكمو أو من العادم وحيانا عنده ألوان متعدة وحيانا معه ماء قطرات ماء وحيانا ماء كثيف وحيانا ماء خفيف وأنواع الدخان للألوان منها الأبيض والأكحل والأسود والرمادي والمختلط كل هذه إن شاء الله باش نبينوها في الدرسة اليوم ونعطو عليها بسطة صغيرة أغلب الناس يقولوا نظافة المحرك أو الرأس أو كلام كثير وهذا كلها يعني كلام بعض الناس اللي هو هذا محرك فيه جوان كلاس أو الشيسينندر هذا محرك فيه ساجمونات أي شامبرة أو هذا في محرك فاسد أو بايز أو يعني كلها يعني الناس كلها يعني كل واحد يقول كلام معين كل واحد يفسر تفسير معين أو خروج الماء علامة على أن المحرك ممتاز أو علامة على نوافة المحرك مش في كل الحالات وهنا أنا تفسيري ظهرة خروج الماء والسيارة بردة من الشاكمو أو من المحرك يعني قطرات ماء تكون خفيفة هيكة يعني الأغلبية في الاشتاء أو في الأوقات الباردة أو عند أول تشغيل المحرك هذه فيها عندها عدة علامات إذا كان يعني بالنسبة خروج قطرات من الماء كما هذو ما نشوفوهم مع بخار مش دخان مع بخار سما بخار لأن وقت لي تبعد شوي السيارة مع الشوفوا لأنه مش دخان هو بخار ونزل معها قطرات من الماء كما هذو يعني هذا أغلبية تجاه في الأوقات الباردة في الشتاء أو في التقس البارد هذا المشكل عنده عدة احتمالات يعني نجم يكون صحي ونجم يكون مرض نجم يكون صحة ونجم يكون مرض هذا موجود لأغلبية إذا كان هي سيارة جديدة وما زالت جديدة ينجم يكون ما فيش حتى إشكالية هذا صحي ولا شيء عليه إنما لما تكون السيارة عمرها أربعة ثنين وخمس ثنين وستثين نظم إنساني يثبت في الموضوع هذا قبل كل شيء قبل ما يقول صحي ولا لا يثبت كيفاش نثبتوا؟ نثبتوا أنه عندما يتخطر قطرات انتعماهية في الأرض هذية مع عدم موجود دخان أو بخار أو شيء من القبيل هذا نجم يتأكدوا من حاجة اللي هي ضرورية جدا السيارة هذه هي القطر في الماء إذا كان هي تصرف ماء عندها صرف ماء أو تأكل ماء أو تستهلك ماء مع هذه القطرات معتها العملية مش صحية عملية فيها إشكالية لأنه وقتها تبدأ صحية وقتها تبدأ قطرات ماء خفيفة أو ما فيهاش نقص ماء من المحرك أو في السيارة هذه العملية تبدأ صحية إنما ذا كان فما نقص ماء من المحرك أو نقص ماء من الدبوزة هذيك أو البتايل يعني مستمر والماء دي ما يقطر وقتها تخرج السيارة إذا يخرج الماء بكثرة هذا هي علامة أنه فما مشكل في المحرك من داخل المشكل هذا يكون أحياناً يا أما في الكلاس اللي هو وشي سيلندر يا أما في الجوان كلاس جوان وشي سيلندر يا أما في البلوك نقولوا إحنا يعني في البلوك متاع اللي هو السيلندر متاع المحرك يعني العملية فما موجود فما إذا كان يخرج الماء من الشاكمه هكا من وراء معتها فما مشكل متاع ماء موجود فوق البستان يخرجوا لنا المحرك طبعاً ما يخليش يخرجوا مع الشاكمه يدفعوا البرة يعني العملية هذه إذن إنسان يثبت إذا كان ما عندهش نقص ماء وسيارة عادية معتها علامة صحية وما يخافش منه يعني عنده حتى تأثير مجرد ما تسخن الدنيا شوية يتنح يعني شي كان في البرد هذه إنما إذا فما نقص ماء يجب يعالج المشكلة لأنه عنده عنده مشكلة في مكان معين ويجب يعرضها على ميكانيكي بش يثبت في الجوان كلاس ويثبت في الكلاس وفي الأمور هذه وانتهينا طوما من المشكلة الماء مع بعض البخار أو الدخان يخرج على شكل قطرات هذا انتهينا منه طوما نمش للشكل الثاني أنه نشوفه المرحلة الثانية اللي هو الدخان الابيض ولا سود الدخان الابيض ولا سود في السيارة البنزينة نعملية سهلة ناخده لول لول ناخده سيارة البنزينة الأول إذا كان عندنا دخان أبيض كثيف أو خفيف أو متوسط في سيارة بنزينة يدل هذا على أن السيارات استهلك زيت ما فيش دخان أبيض في البنزينة ما غير استهلك زيت هذه فكرة ناخدها عامة لأن أغلبية الناس يكلموني ويقولون لي ما عن ناش ماكلت زيت لكن عندنا دخان أبيض مستحيل مستحيل إذا كان عندك الدخان أبيض لازم يكون عندك استهلك زيت ما فيش كلام يعني الدخان الأبيض في السيارات البنزينة سهل ومعروف جدا يعني ما فيش التباس الدخان الأبيض هو صرف زيت هو استهلك زيت ما فيش حتى التباس ولا حتى شك يعني 100% سواء كان خفيف أو قوي أو متوسط هو فم استهلك زيت بدرجة معينة استهلك زيت خفيف استهلك زيت متوسط استهلك زيت كثير لابد يوجد استهلك زيت في السيارات البنزينة لما يكون فهم دخان أبيض عكس السيارات النفطة بعدها نحكو عليها نجول الدخان الأكحل اللي هو زي هال الدخان الأكحل هذا اللي هو موجود دخان خفيف أو كثيف في السيارات البنزينة هذا يعني على طول يدل على أن السيارات تستهلك بنزينة ما فيش كلام هذا تستهلك بنزينة ما غير ما ي يفكر في تفكير آخر لأن مدام الدخان أكحل صافي هيك أسود صافي معتها فما استهلك بنزين فما صرف بنزين يعني العكس الأبيض هو صرف الزيت وحيانا يبدو لاثنين مخلط تلك شوية شوية سواد شوية أبيض أما يعني صعب شوية يعني ديما العمية في يعني يعني تكون مفرقة يعني أما أبيض أما أسود هذه الاستهلك متاع البنزينة يكون دخان أكحل والاستهلك الزيت في سيارات البنزينة يكون دخان أبيض هذه سهلة العملية وتوى ما الدرس قادوا إن شاء الله يعني شوى الحاجات اللي ممكن أن يكون سبب في في الشيء هذي توى فقط مش لحدد الأنوان أنت على الدخان ومنين وناتج على شوى اللي هما الأسود والابيض الدخان ناتج على شوى قلنا في البنزينة ناتج على كونه الدخان اللي بيض اللي هو زي هذا هذا صرف زيت يعني استهلك زيت والدخان الأسود أو الأكحل زي هذا هذا استهلك بنزينة هذا في سيارте البنزينة لا يوجد الأكل حتى لم نفتح الشمعة أو شمعت ما stringه شيء sans أن learnt لنا بتقول أفلون من أنوان هذا إذا كانت نجنها بيضة صافي ما عدت مثل Force aceutical إذا كانت نجنها كحلة 0,5% dé Cash حسنا هذه السهلك بنزينة إذا كانت نجنها كحلة كامل بالكامل هذا معتها سيارت زيت لا يوجد الأكل هذا يكون السهلك كération هذه كحلة بالكامل السولاء بالكامل هذا ما يعني تنقى البوجيات لابدت لقام مصطقين كان لقيتها بيضة معتها أكيد ما فهمش تهلك زيت لكن يجب أن يكون فهمش تهلك زيت من خفيف جدا جدا وما يظهرش في الشمع هذا بالنسبة للبنزين بالنسبة للدخان الأبيض في السيارات النفطة سيارة الديزل هي عنده عدة احتمالات يعني يجب أن يكون ديزل غير محروق خارج يعني هي ما زال حية عنده مشكلة في المحركة والنانجيكترات ونجب أن يكون مختلطة بالزيت هذا التحديد المتاع يكون على عين المكان عند الميكانيكي وعند سؤال لصاحب السيارة عند كان الدخان أكحل هيكة صافي زي هذا صافي يعني ما فيه شي صافي كما هذا مثلا دخان الأكحل هيكة ناتج على أن صاحب السيارة كونها لازل على الدواسمة على الوقود أكثر من اللازم يعني هذه تحدث العمية هدية نقول إحنا وقت تغسرها يكررها أو تنزل عليها هذه تجي فجأة أو تمشي على روح وفما لي بده دخان متواصل زي هذا لما يكون دخان متواصل هذا عنده برشة أسباب يناجم يكون فما عنده مشكلة في التيربو يناجم يكون عنده مشكلة في النانجيكترية مشكلة في الجيار يعني عنده عدة تسباب وعنده الألوان زادة تختلف من لون إلى لون يناجم يكون استهلك مزوط يناجم يكون استهلك زيت يناجم يكون لاثنين هذا يعني يتوقف على صاحب السيارة لما تسأل سؤالات يجاوبك على حاجات معينة مثلا السيارة تستهلك زيت أو لا تستهلك ديزل يعني مزوط أو لا يعني فيها الدخان هذا مستمر ولا أحيانا كان فيها الدخان هذا ولا ما كانش فيها عدة أسألة يعني تسألها لصاحب السيارة بالمناسبة بالله وخياني اللي يسأل سؤال ماذا بي يعطيني شرح كامل على سيارة على المشكلة اللي عندها من الأول أحيانا يقول لي أنا سيارة الدخن طبعا الدخن أنا فهمت اللي هي الدخن لكن الدخن مناش هذا مش مشكلتي أنا مشكلتك أنت لازم أنت تفهمني أنك أنت رأي كانت تمشي لابس على هولة الدخن أو صلحت أنجيكتير وبعتلي والت الدخن أو ركبت تيربو أو صلحت حاجة حتى الحاجة اللي صلحتها لازم تقول لي على ما صلحتها مثلا تقول لي أنا بدلت أنجيكتيرات عشي بدلت أنجيكتيرات هراب كان عندي المشكل كذا كذا أو بدلت تيربو عشي بدلت تيربو هراب عندي مشكل كذا كذا فما اللي يقول لي يعني أنا رأي سيارتي مجاعدة ما تطلعش للعجبة أو الصعدة او الطلعة دي مرضينا ودي ما كده خدم فيها حاجة وما قاليش اول مرة صرتنا المشكلة هذي هذا كل يجبني نفهم باش نجوابه جواب صحيح نرجع للدخان قلنا الاستهلاك بالنسبة اذا كان العملية فيها استهلاك ديزل بزايد استهلاك نافت بزايد معتها المشكلة فيها يعني انجكتيرات او حاجة من هالحاجات الهالية واذا كان افهم استهلاك زيت اكثر من اللازم يعني فما حيانا نترجع سيارة استهلاك زيت بكثرة وزيت مزوز بكثرة اللون من المتاع الدخان يتبدل يوالي ساعات احيانا ابيض صافية احيانا اكحل صافية حيانا مختلط في الحالة هذي اذا كان افهم استهلاك بالاخص زيت الدخان رو ممشيش مايروحش سوى في الزيت سوى في البنزينة سوى في الديزل إذا كان عندك استهلاك زيت لابد من دخان تختلف فيه الألوان إذا كان عندك استهلاك زيت مقتاش العمية ما تختلف بينها وبين البنزينة كونه في استهلاك البنزينة أو استهلاك الديزل استهلاك البنزينة هذا قلنا طول على طول تجاه الدخان أكحل صافي يعني كاستهلاك البنزينة ما نكون فيه في الديزل يختلف في الديزل تجاه حيانا أبيض حيانا أكحل أسود يعني أنت وقف على الحالة المحرك وصاحب السيارة والسؤالات يستسألهون أظن يخذينا فكرة على الألمان الدخان وشنون مناش يكون يعني ناجب يكون المشكل منهم واللي هو ما فهمش حالك ما هيك يعني هو هذا واحد من الأخوة طلب مني توضيح في الموضوع هذي يستنفع به الناس كله ومدى بيه تعطوني سؤالات كمحدة معينة في حاجة معينة باش نجم نعمل عليها شرح يكون مبسط وتفهم الناس كله إن شاء الله ينفعكم بالشيئ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته